بسم الله الرحمن الرحيم في التحضير عندي تحضير هالدات الألكيل عندي طريقتين الطريقة الأولى لاستبدال وحستخدمها مع الميثان والإيثان فقط في هذه الحالة رح يكون عندي الـ R مع الـ H زائد X-Tool اللي هو رح تكون عندي أي هالوجين كلور فلور بروم وبنعرف أنه هاي العناصر بتيجي ثنائية فحضر عندي مثال يقول لي حضر كلورو ميثان أنا عرف أنه الميثان كربونا واحدة معها أربع هيدروجينات هاخذ واحدة من الهيدروجينات وأطلعها لبرة وأحط مكانها واحدة من الـ C-L فرح يصير عندي المركب بهذا الشكل طبعا لا أنسى أكتب الباقي اللي هي رح تكون المركب نفسه زائد H-C-L طيب عندي المثال الثاني بيقول لي حضر برومو إيثان طريقة تحضير برومو إيثان أنا عرف أنه الإيثان ذرتين كربون ومرتبطة بـ 6H هاخذ واحدة من الـ H وأطلعها برة وأحط مكانها واحدة من الـ BR وأكتب في النهاية الـ H اللي طلعتها مع الـ BR اللي باقيه فرح يكون عندي الشكل النهائي للمركب بهذا الطريقة وأقدر أحذف الهيدروجينات للتسهيل وعشان ما أتلخبط هذه الطريقة اللي هي الاستبدال وتنفع الميثان والإيثان وشرح مع المثالين الآن عندي الطريقة الثانية اللي هي الإضافة وهي خاصة بالرابطة الثنائية اللي هو مو الألكان هتكون الألكيل وحتكون طريقتها عندي الرابطة الثنائية في طرف وأزود لها الـ H مع أي هالوجين مثل الـ Clor أو الـ Flour أو الـ Brom ومع الأمثلة رح توضح عندي هنا مثال بيقول لي حضر 2-Clor وبروبان مبتدئاً بالبروبين البروبين عندي هنا رابطة الثنائية أكسر الرابطة وأحط واحدة من الهيدروجينات مع الطرف اللي فيه هيدروجينات أكثر اللي هي الكربونة الأولى وعند الكربونة الثانية أودي الـ Cl فرح يصير عندي شكل مركب في النهاية بعد ما أحذف الـ H عشان أسهل على نفسي حيصير بهذه الطريقة المثال الثاني هنا بيقول لي حضر 2-Clor وحيكسان مبتدئاً بالهيكسين الهيكسين اللي هو عندي 6 كربونات وعندي الرابطة الثنائية في ثاني كربونة أكسرها وأحط الـ H عند الطرف اللي فيه هيدروجين أكثر والـ F عند الكربونة الثانية فرح يصير عندي شكله في النهاية بهذه الطريقة الآن انتهينا من تحضير هاليدات الألكيل ننتقل إلى تحضير الكحولات وعندي ثلاث طرق الطريقة الأولى الاستبدال حيث يكون عندي هاليد ألكيل وقاعدة هيدروكسيدية في المثال رح توضح إن شاء الله عندي مثال يقول لي حضر بيوتانول من كلوروبيوتان في البداية حكته بالكلوروبيوتان بيوتان اللي هو عندي أربع كربونات معاها عنصر الكلور زائد NaOH اللي هي قاعدة هيدروكسيدية أطلع السيل برة وأحط مكانها الأو إتش وفي نفس الوقت رح أطلع برضو الأن إي برة عشان يرتبط مع السيل فرح تطلع برضو برة وحيصير عندي شكل المركب كالتالي الأو إتش مكان الكلوروبيوتان وزائد إنه الأن إي والسيل اتحدوا مع بعض وضروري أكتبها هذه المثال اللي بعده بيقولي حضر ثلاثة بنتانول مبتدئا من ثلاثة برومو بنتان عندي البنتان اللي هو خمس كربونات وعندي في ثلاثة موجود برومو نفس الطريقة رح أطلع البرومو لبرة وطبعا هذه كلها متحدة مع قاعدة هيدروكسيدية رح أطلع البرومو برة وأضيف مكانه الأو إتش وبنفس الوقت رح أطلع الام جي اللي مع الأو إتش برة عشان يتحد مع البي آر فرح يصير شكل المركب كالتالي الأو إتش موجود مكان البرومو في ثالث كربونا زائد ام جي بي آر الطريقة اللي بعد الإضافة عفوا اللي بعد الاستبدال هي الإضافة الإضافة في الكحولات برضو خاصة بالرابطة الثنائية نفس الشي في الألكيل حيكون عندي الرابطة الثنائية في طرف زائد الماء الـ H2O مثالي قولي حضر اثنين بروبانول مبتدئا بالبروبان مرورا بالبروبين قد تعتقد أن السؤال هذا صعب شوي بس هو سهل جدا هي الفكرة في البداية أنك حتحط لبروبان ثلاث كربونات بدون أي رابطة الثنائية ونحن نحتاج الرابطة الثنائية فرح نحذف ذرتين هيدروجين واحدة مثلا من الكربونة الأولى والثانية من الكربونة الثانية ومكانها نحط الرابطة الثنائية فرح يصير عندي المركب بهذا الشكل ثلاثة سي ثلاث كربونات وبينها رابطة ثنائية حيصير عندي بروبين هناخد هذا البروبين كامل ونضيف معه H2O عشان نوصل لاثنين بروبانول طريقة فصل الرابطة الثنائية رح تكون بإني واحدة من الهيدروجينات تروح مع الطرف اللي فيه أكثر هيدروجينات والOH رح يروح في الكربونة الثانية وببساطة كده نكسر الرابطة الثنائية فحيصير عندي المركب النهائي بهذا الشكل بعد حذف الهيدروجين اثنين بروبانول طيب الطريقة اللي بعدها اللي هي عندي الأكسدة والأكسدة هذي هتكون ضعيفة وخاصة بالكحولات فقط هتكون الكانات زائد الأو فقط طبعا حيقول لي السؤال حضر ميثانول مبتدئا بالميثان الميثان ذرة كربون واحدة هنضيف لوحدة من هيدروجيناتها طبعا أنا هنا حطيت الهيدروجينات عشان تباني الصورة بس أنت تقدر تحذفهم واحدة من الهيدروجينات رح تاخذ O ببساطة وراح يصير عندي هذا هو المركب ثاني سؤال أو ممكن يجيني يقول لي حضر بنتانول مبتدئا بالبنتان البنتان خمس كربونات ونفس الشي أنا حطيت هنا الهيدروجين عشان توضح أكثر نجيب الأوب ونحطها مع أي واحدة من الهيدروجينات سواء اللي في البداية أو اللي في النهاية وحيصير عندي بهذا الشكل وأقدر زي ما تشايفين أحذف الهيدروجين طبعا كده نكون خلصنا بس باقي عليك أنك تروح تشوف الخصائص والاستخدامات لهالدات الألكيل والكحولات والإيثارات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته